بعبارة أخرى هو التسليم للبيان الصادر وهو وإن اختلف كماً وكيفاً في شرائع أنبيائه يقول بالكم لا تصوروا عندما قلنا الدين واحد يعني الشرائع ماذا؟ واحدة بل الشرائع تختلف كماً وتختلف الآن توظيف المصالح أيضاً دقيق سمحت السيد واضح أسيسي واضح ولكنه يحتاج إلى تدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وعندما بتعبيرنا العراق مولانا من المقفل خلوش تقدر تسوي لأنت يعني من المقفل خال مولانا خمسين قفل على عقل وفكرة أنا ماذا أقول؟ اقبل مني ولكن لا أقل افهم ما أقول افتح القفل وحاول أحسنتم بعد ذلك ناقش أدعوك لأنه تقول أتأمل أحسنتم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول وظيفة الأنبياء الأساسية اللي نحن تبعاً للأنبياء يقول إن واتر إليهم رسله يعني بعث إليهم واحداً بعد آخر مئات آلاف من الأنبياء والرسل واتر إليهم رسله ليثيروا لهم دفائن العقول أنتم شايفين بأنه المحراث في الأرض ماذا نفعل لها عندما نزرع فيها زرعاً ماذا نفعل أول؟ أولاً نحرث الأرض ماذا نحرث الأرض؟ يعني نهيئ الأرض حتى نضع عندما نضع فيها الغرس مولانا ماذا؟ أما إذا أنت مغلق الأرض جامدة لا يمكن مولانا عزيزي هذا القفل الموجود على عقلك أنت أولاً افتح أنا ما أقول كل ما أقوله اقبل مني لا أقل افهم ما أقول وبعد ذلك ناقشني بكل علمية واحترام كما أنه أنا أناقشك بكل علمية واحترام لماذا أن نذهب إلى الإقصاء والتكفير والتفسيق والتظليل وإلى غير ذلك؟ هذا مو منطق قرآني نعم عليه رحوة قال